في ظل ضياع القانون والسيادة شريعة الغاب لا يستطيع المواطن العراقي تأمين رزقه دون أن يكون عرضة للمضايقات من جهات متعددة تتعسف باستخدام ما لديها من قوة لفرض إتاوات على المواطن الذي يكابد لتحصيل قوت يومه مخالب الفساد الذي تتنوع صوره امتدت هذه المرة إلى أصحاب الأراضي الزراعية والمشاتل هنا مشاتل منطقة الإقراعات بالأعظمية يتلقى أصحابها بلاغات متكررة من جهات يقال إنها مجهولة تطالبهم بضرورة إخلاء أراضيهم خلال أسبوع فقط أو الاستعداد لدفع إتاوات تتضاعف كل حين نحن قاعدين وجاءنا قوة جاءنا واحد بلغنا تبليغ من كاتب عدل التبليغ انذار من نطعنا سبعة أيام من نطعنا سبعة أيام أستاذ العزيز إحنا هذا الزراع هذا هذا لنقدر نحركه لنقدر شسمه أي شيء لنحركها تنتهي تموت مو وقت موسم ورد ثاني مرة يجاب لقوة وجاء يقول لك انتهت المدة والتك السبعة أيام يجيب شفلوية يجيب شرطوية يقول لك هيا مجهولين كلهم مجهولين هوية كلها لا تضطينا النتيجة الصحيحة رحنا المدير العام قابلنا قال أيوة أي جهة تجيكم غير جهة مصرف العقاري يقول لنا إحنا لو تطلعون لو تطول فلوس لون شفلات موجودة فإحنا شلون يعنوا إياهم شين الإجراء نتخذها نقابل السيد المدير العام المحترام المدير المصرف العقاري يقول لنا انتوا تحموها انتوا تسلموها انتوا تسلموها بذمتكم فإحنا وقعنا بين الناس المسلحين وناس الدولة نريد حلا من الدولة هذا ما يطالب به هذا المزارع المغلوب على أمره لكن الدولة التي يناشدها تبدو تائها في بلد يعيش فوضى في كل ميادين الحياة ولعل أقطرها فوضى السلاح الذي صار وسيلة للاستقواء على الشعب وسلب أموال الناس بالباطل تجينا شاي الوصولات يأخذ ملعبنا يقول لي يا بطونة ما نتنظيف بعد نذهب إلى هناك نطيهم الوصول يقول هذا متابع لنا الوصول ما نتنظيف ما نشارع نحن كل سنة ندفع 750 ألف ما نتنظيف ما نشارع نحن أجار أجار من الدولة ودينا عقود كاملة تجينا هواي شغلات أو يجينا يأخذ شون الخاوة علينا شون الخاوة الجهات يعني شون تقول أحزاب معنا الكلمة أحزاب يجون أحزاب ما نعرف من ياجه نحن هنا أصحاب المشاهد كلهم أصحاب جملة موزعين رئيسيين هنا على مستوى العراق كله نعم يعني صارت هنا فردنوب يعني أكو مكانات يعني مستغليها يعني كانت كلها النفايات ومدري شونه فإحنا ياهي الأحسن النفايات لو هاي المناظر الحلوة المناظر الجميلة يعني ياهي الأحسن يجي علي يقول لي لو تطيني يزود للإيجار لو الشي المنانة لو كل ساع جاي يعني بغير طريقة وبغير شي وبغير راي ولو يأخذ ما عنده زرع ويروح هاي أكثريت أصحاب المشاهد تعاني من هذا الشي تدمير لكل ما هو جميل وضياع لمعالم النظام والقانون في بلد يتصدر قوائم الفشل والفساد وتخريب ممنهج لم تسلم منه حتى هذه الزهور بعد أن حقق غايته في الشوارع والمؤسسات وحتى في النفوس